أم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن نلازلنا في الوحدة الرابعة إذن الموضوع الدرس هو التكاثر الجنسي عند النباتات الزهرية إذن تعرفنا على التكاثر الجنسي عند النباتات إذن الآن سنتعرف على التكاثر الآن الجنسي إذن أكتشف التكاثر الجنسي عند النباتات الزهرية إذن نلاحظوا معي الصورتان أثناء أعطي جوالها في حقل فول خلال فصل الربيع لاحظت هند أن النباتات تحمل أزهارا إذن نلاحظوا أن النباتات تحمل بعض الأزهار الصورة واحد وعند عودتها بعد السابع تفاجأت بأن النباتات أو نباتات الفول إذن هذه نبات الفول لم تحمل أزهارا بل تمارا إذن تحولت هذه الأزهار إلى مدى إلى تمار أتساءل ما مصدر هذه التمار أو تمار الفول التي ظهرت على نباتات الفول إذن ستحاولون أن تدونوا أجوبتكم في دفتر التقصي ثم سنتحقق منها لاحقا إذن النشط واحد لتعرف مختلف عناصر الزهارة يتم إنجاز مقطع طولي لها كما تلاحظون في الصورة رقم ثلاثة إذن هنا نلاحظ بعض الأوراق التويجية الأوراق التي نسميها البثلات إذن كما نلاحظ المدقة المدقة إذن المدقة هو العضو ماذا؟ العضو الأنتوي للزهرة إذن هذا هو العضو الأنتوي للزهرة نسميه مدقة كما نلاحظ هنا سادات إذن سادات هو مدى هو العضو الدكاري للزهرة وهناك السبلات وهي فقط لحماية هذه الزهرة تمت ملاحظة كل من السادات صورة أربعة إذن لاحظنا هنا السادات هنا الموجودة هنا وتكبير لها في هذه الصورة ثم مقطع لمبيض لمبيض الزهرة إذن آتي المدقة إذن عندما نصل إلى إلى هنا إلى قعر المدقة سوف نصل إلى مبيضها وهذا مقطع مقطع لمبيض الزهرة إذن أكتب كل اسم في مكانه المناسب مبيني الأسماء التالية بويضات خيط حبوب لقاح مبيض إذن ضعيط حالة البويضات هي نجدها في المدقة أي في العضو الأنتوي للزهرة إذن هنا نجد البويضات الخيط نجده في في مدى في العضو الدكري للزهرة حبوب اللقاح إذن حبوب اللقاح هي توجد في العضو الدكري للزهرة ثم هذا يسمى المبيض إذن بالنسبة للعضو الدكري للزهرة أي السادات إذن هو به حبوب اللقاح وكذلك الخيط إذن نلاحظ أن أن هذه العناصر هي الشبيهة بالعناصر التي نجدها عند الحيوانات إذن هنا بدل الحبوب اللقاح نجده عند الحيوانات المنوية وبدل الخيط عند الحيوانات المنوية نجده الأنبوب المنوي إذن عند النباتات نجده حبوب اللقاح والخيط نعم بالنسبة للعضو الأنتوي للزهرة كذلك نلاحظ تشابه كبير إذن كذلك هنا لدينا مبيض وويضات إذن أصنف عناصر الزهرة داخل الجدول إذن الأعضاء الوقائية فقط لوقاية الزهرة ولحمايتها البتلات أو الأوراق التويجية التي رأينا ثم كما رأينا السبلات وهي وهي لحماية كذلك الزهرة الأعضاء التولدية هي المدقة والسادات إذن نلاحظ أن في زهرة واحدة يمكن أن نجد العضو الدكاري للزهرة والعضو الأنتوي نجده في زهرة واحدة إذن ننتقل إلى النشاط الثاني تبين الوثيقة ستة عملية الأبر ودور النحلة في ذلك إذن لاحظوا أن النحلة عندما تريد مثلا أو عندما تحط على زهرة ما طبيعة الحالي تمتص رحقها فإنها في نفس الوقت إذن تلتصق بأرجلها حبة اللقاح التي تنقلها إلى زهرة أخرى إذن هنا لدينا دور كبير لهذه الحشرات إذن فيتنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى إذن هناك أدة طرق لنقل حبوب اللقاح كالعوامي الطبيعية مثل الرياح مثلا لكن هناك كذلك هذه الحشرات التي لها دور كبير في نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى إذن ما دور النحلة طبيعة حالية تنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى بعد هذه العملية تعطي الزهرة تمرة بداخلها بذور كما هو مبين في الصور سبعة تمانية وتسعة إذن لاحظوا جيدا إذن في الصور سبعة إذن هنا تحولت تلك الزهرة إلى التمار هذه التمار بداخلها بداخلها بذور إذن الزهرة سوط تمرة والتمرة بداخلها بذور إذن لاحظوا جيدا بأن هذه البذور هي بداخلها جنين وهو الذي سيتحول إلى نبتة جديدة إذن ما مصير البويضات بعد عملية الأبر إذن تصبح بذور ما مصير المبيض إذن ذلك المبيض يصبح تمرة إذن قلنا ما مصير الجنين الذي يوجد داخل البذرة فهو يعطي نبتة جديدة بعد إن بات البذرة إذن ننتقل إلى تعلمات الجديدة بعد عملية الأبر إذن قلنا عملية الأبر هي نقل حبوب اللقاح من العضو الذكاري أي من السادات إلى العضو الأنتوي للزهرة أي المدقة دان بعد عملية الأبر يؤدي إخصاب البويدة وصد حبوب اللقاح إلى الخصول على بدرة تحتوي على جنين قادرة على الإنبات وإنتاج نبات جديد Suite à la pollinisation la fécondation de l'ovule par le grain de polen permet l'obtention d'une graine contenant un embryon capable de germer et donner une nouvelle plant إذن سنتقل إلى استثمر تعلمات النشاط واحد إذن استثمر تعلمات النشاط واحد تبين الوثيقة جانبه دورة الحياة عند نبات شقائق النعمان إذن تعرفون كلكم نبات شقائق النعمان أحدد مظهر النبتة في كل فصل إذن سنبدأ بفصل الخريف إذن هنا فصل الخريف لاحظوا جيدا دبلت النبتة إذن تدبل النبتة وتسقط حباتها إذن وتتساقط حباتها وفي فصل الشتاء تكون داخل التربة إذن هذه الحبات إذن تبقى لمدة في فصل الشتاء داخل التربة ثم تظهر في فصل الربيع إذن هنا في فصل الربيع تظهر هذا النبات إذن لتزهر إذن لاحظوا جيدا هنا أظهرت في فصل الصيف ثم بعد ذلك تدبل من جديد إذن هذه هي دورة حياة نبات شقائق النعمان 으니까 لغة نحن نحن أنية نحن نحن ممح في العواsl أثم الثم التربة في التربة الثقią سنو إذاً لدينا نقل حبوب الليقاح وضع حبوب الليقاح فوقاً في المدقة نقل حبوب الليقاح من السادات إلى المدقة الأورفول فكودي سترانسفورم عن غرين الأورفول فكودي بعد أن يخصاب البويضة بطبيعة الحال من الطرف حبوب الليقاح إذن هي تتحول إلى بدرة تعرفنا على أن العضو الدكاري للزهرة أي السادات هي التي تعطي حبوب الليقاح والتي تنتقل إلى العضو الأنتوي للزهرة أي المدقة بطبيعة الحال بواسطة عدة عوامل إما بواسطة الحشرات أو بواسطة عوامل طبيعية كالرياح مثلا كالرياح نقل حبوب الليقاح أي نوت رلسون إن شاء الله